خديجة هي أم وحيدة تعيش في هذه الشقة القديمة مع أولادها في فرنسا هنا لا مطبخ ولا مياه دافئة ومنذ العشر من كنون الثاني يناير أصبحت معرضة للطرد رغم عطلة الشتاء أصحاب الشقة حصلوا على حكم قضائي لصالحهم لأنها لا تملك عقد إيجار فكانت ضحية احتيال لدي طفل عمره سبع سنوات وطفل 12 سنة لا أدري أنا مضطربة لا أدري الوسيلة الوحيدة هي في استئجار مكان آخر أعلم أن المكان هو الذي سيحل كل شيء كل مشاكل أعلم ذلك العائلة المجاورة معرضة أيضا للطرد ليندا وزوجها وقع عقدا مع سمسار إيجارات أخذ منهم عربونا قيمته 4000 يورو واختفى أتينا إلى هنا لم نكن سيئ نية قمنا بكل ما على أي عائلة أن تفعله لتعيش في سكينة قمنا بتأمين المنزل وبكل الأعمال اللازمة تتلقى خديجة وليندا دعم جمعيات عديدة تناضلان للتوصل إلى حل سواء عبر تعليق قرار الطرد أو إعادة سكن مناسبة لكن الدولة تتحمل المسؤولية برأيهما الحماية من الطرد يجب أن تكون هي السياسة الرئيسية ولكن ليس هو الواقع وبالتالي هناك المزيد من الناس في الشارع وحاليا تخضع استضافة العائلات لصفقة كاملة يمكن القول وضع مقلق بالنسبة إلى مؤسسة الأبي بيير التي تصدر تقريرها عن الإيجار السيء المشكلة الحقيقية في فرنسا هي نقص الوحدات السكنية ينقص نحو 900 مسكن في فرنسا وهذا ما يفسر نارية الأسعار كون العرض أقل من الطلب فترى الناس يعيشون في الشوارع إلى خديجة وليندا هذه الحالة تتكرر في فرنسا مع 110 ألاف عائلة مهددة بالطرد من بيوتها